اهلا بحضراتكم متابعينا في كل مكان النهاردة كل بيت مصري في طالب أولى أو تانية سنوي هيكون على موعد مع ظهور نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول وفي وقت سابق أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن اليوم الاثنين هيكون موعد إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي كمان أكد شوقي في تصريحات لي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه ستتم إتاحة نتائج الترم الأول لعام 2020-2021 لصفين الأول والثاني الثانوي اليوم الاثنين على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وده خاص بالامتحانات اللي أدوها الطلاب إلكترونيا للفصل الدراسي الأول بالمدارس في الفترة ما بين 27 فبراير وحتى 12 مارس طيب إيه هي تفاصيل الإعلان عن النتيجة دي بحسب ما كشفت عنه وزارة التربية والتعليم اليوم تحديدا الساعة 12 الظهر هتظهر نتيجة الصف الثاني الثانوي أما الصف الأول الثانوي فيكون على موعد مع ظهور النتيجة في تمام الساعة الثامنة مساء كمان لفتت الوزارة إلى أن نتائج الفصل الدراسي الأول مكملة لامتحانات الترم الثاني الي هتعقد من المنزل وأكدت أن الترم الأول ليس به نجاح أو رسوب لأن العامين الدراسيين الأول والثاني الثانوي سنوات نقل عادية والهدف من إعلان النتائج هو تعرف الطالب على مستوى الحقيقي ومحاولة التعويض في الترم الثاني إذا كان لديه أي إخفاق أو تقصير في مادة بعينها كمان أوضحت وزارة التربية والتعليم أن كثيرا من الطلاب في الثانوي العام استوعبوا نظام التقييم الجديد وغيروا مفهوم التعلم لديهم ومن حيث طبعا طريقة المذاكرة والمعرفة خاصة بعد إلغاء طباعة الكتب الورقية لأن الطالب أصبح لديه كثير من مصادر التعلم يعني زي بنك المعرفة والمنصات الأخرى أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه سيتم إعلان مناهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني خلال الأيام القليلة المقبلة والتي يأتي فيها امتحانات الترم الثاني والتي تعقد من المنزل بواقع ثلاث امتحانات شهرية وأكدت أن نظام امتحانات الصفين الأول والثاني للترم الأول امتحانات مواد منفصلة وليس مجمعة والمنصة سوف تتاح للطلاب طوال اليوم حسب توزيع الطلاب وفق كل محافظة طيب أنت كطالب في الصف الأول أو الثاني الثانوي هتقدر تحصل على نتيجتك إزاي؟ أول خطوة هتحتاج تقوم بيها هي أنك تدخل على رابط وزارة التربية والتعليم لعام 2021 وبعد كده هتختار الصف الثانوي اللي انت تابع ليه هتكتب كود الطالب وبعدين تكتب الرقم القومي الخاص بيك وطبعا مكون من 14 رقم وتبدأ تضغط على أيقونة عرض النتيجة علشان تظهر لك نفكر كل الطلاب طبعا أن الساعة 12 الظهر اليوم نتيجة الصف الثاني الثانوي هتظهر أما الصف الأول الثانوي فيكونوا على موعد ظهور نتيجة في تمام الساعة الثامنة مساء خليني برضو أتابع مع حضراتكم أبرز التصريحات الخاصة بوزير التربية والتعليم بخصوص الفصل الدراسي الثاني واللي أكد أنه يسير بشكل منضبط وأن هناك إقبالا كثيفا من الطلاب على الحضور للمدارس لحضور الدروس وشرح المناهج داخل الفصول الدراسية بجميع المدارس على مفتوى الجمهورية وأكد أن جميع الطلاب والمعلمين والإداريين ملتزمين تماما بارتداء الكيمامات الطبية داخل المدارس طوال اليوم الدراسي للحد من انتشار فيروس كورونا وأن أول امتحانات مجمعة شهرية لصفوف النقل ستبدأ يوم 29 مارس الجاري كمان سبق وأعلنت التعليم عن استعداداتها النهائية لعودة مجموعات التقوية خلال الساعات القليلة المقبلة بعد عودة الدراسة بالمدارس منذ السبت الماضي لبدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي وسط إجراءات مشددة للوقاية من تفشي كورونا طبعا الحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب وأيضا المعلمين أوضح التوزير والتعليم أن تقييم الطلاب في النتائج سيكون وفق الأسلوب المتبع في الثانوي العام أي أن يعرف الطالب مستواه مقارنة بزملائه في المادة على مستوى الجمهورية وليس المدرسة فقط كما كان يحدث في الماضي كمان كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سبب تأخر الإعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 قائلا السبب أن الوزارة تعمل على تجهيز تقرير لكل طالب من المليون ومتين ألف طالب في كل مادة لتوضيح نقاط القوة والضعف فقط دي كانت تغطيتنا لحضراتكم عن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي شكرا لطيب المتابعة ونتمنى لكل الطلاب التوفيق استنونا طبعا في كل جديد على تلفزيون اليوم السابع وإلى اللقاء